بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم رح نحكي فيه عن نبات أو عشبة الحرمل أو الحرمل يعتبر الحرمل صيدلية متكاملة رح نتكلم عن أنواعه وعن بعض الدراسات العالمية حول هذه النبتة وأيضا فوائدها بشكل عام وفوائدها للشعر والتخصيص والحمل بشكل خاص وكمان فوائد زيت الحرمل وأخيرا مضار ومحاذير استعمال هذه النبتة الحرمل من النباتات العشبية المعمرة ويعرف باسم الأسفند ويسمى بالفارسية إسفند والعامة تدعوه بغلفة الديب والاسم العلمي بقانوم يبلغ ارتفاعه حوالي 60 سم وله أوراق مفصصة وأزهار كبيرة ولونها أبيض ويتميز نبات الحرمل برائحته المميزة وينبت الحرمل في معظم البلدان العربية لاسيما المناطق الصخرية التي تسقط عليها الأمطار بشكل وفير كما ينمو في عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط استخدمه منذ آلاف السنين في العديد من الأغراض الطبية وعلى الرغم من المخاوف التي قد تشوب استخدامه إلا أن الإغريقيين استخدموه في علاج الكثير من المشاكل كالتخلص من الديدان المعوية وخاصة الديدان الشريطية ويتم استخدام أجزائه التي تنمو فوق سطح الأرض فقط مع ضرورة التفرق بينه وبين أنواع الحرمل الأخرى كمرج الحرمل وحرمل الماعذ وغيرهما من الأنواع ويستخدم حاليا في صناعة الأدوية والعلاجات الطبية وسنتعرف في هذا الفيديو على فوائده وأضراره وبعض التحذيرات الهامة التي يجب أن ننتبه إليها تابعوا معنا بعض الفر مجرية دراسات عالمية على هذه النبتة يقول لإختصاصي في الطب البديل الدكتور فهد البناء إنه نتيجة للبحوث المكثفة لدراسة المكونات الكيميائية لنبات الحرمل خصوصا في باكستان والسعودية والإمارات تبين وجود أنواع عدة من أشباه القلويات والتانين فيها وثبت أن النشاط البيولوجي لهذا النبات يعتمد على أفعال هذه المكونات الكيميائية المختلفة ولعل مرار الطعم أوراقه تنتج عن وجود الكثير من أشباه القلويات فيه وتسكن مستخلصات هذا النبات الألم العصبي وذلك عبر آلية تشبه تلك التي تقوم بها أشباه الأفيونات وكذلك ثبت أن مستخلصات الحرمل تزيد من الاسترخاء وتشير دراسات صادرة أخيرا عن مركز الوقاية والتحكم بالأمراض في أمريكا إلى فوائد الحرمل في شفاء الأمراض المزمنة خصوصا الصرع والصداع أما أنواع الحرمل فهي الحرمل الأبيض الذي يطلق عليه أيضا الحرمل العربي والحرمل الأحمر الذي يطلق عليه أسم أسفند ما هي فوائد الحرمل بشكل عام؟ يعمل على علاج المشاكل الهضمية الخاصة بفقدان الشهية يعالج الإضطرابات التي تصيب المعدة والأمعاء كالإسهال على سبيل المثال يعمل على التحسين من الرؤية وله أهمية في إجلاء بياض العين يخفف من المشاكل التي قد تصيب الدورة الدموية والقلب كتصلب الشريين وعدم انتظام ضربات القلب يعالج الكثير من الأمراض التنفسية كالسعال والألم الناتج عن تورم المنطقة التي حول الرئتين أيضا يخفض من الألم الناتج عن الصداع والتهابات المفاصل وتشنجات العضلات أيضا ويعمل على القضاء على الميكروبات الضارة التي تصيب الجسم كالديدان المعوية والفطريات والبكتيريا الضارة ويعالج أنواع مختلفة من السرطان وبالأخص سرطان الفم ويقضي على آلام الأسنان والأذن والثآليل ويوضع بشكل مباشر على الجلد للقضاء على إصابات الجلد والعظام مثل التورم والالتواءات المختلفة يستخدم أيضا في صناعة الصابون والمستحضرات التجميلية والعطور لأنه قلنا له رائحة مميزة يحتوي نبات الحرمل على العناصر التي تساعد في التخفيف من ارتفاع درجة حرارة الجسم أيضا منقوع النبتة له أثر في مقاومة احتباس الماء في الجسم كما أن الأبحاث أكدت على أن بذور نبات الحرمل به مكونات تقلل من مستوى الكريسترول ويساعد في تقليل مستوى السكر في الدم وهو منشط جنسي للرجال ويقلل من الشعور بالتوتر كما أنه علاج قوي لتشنجات الأعصاب يمكن استعمال منقوع عشبة الحرمل كتونر طبيعي ومورد وملمع للبشرة للحصول على النقاء والصفاء والنظارة التي تتمنى كل فتاة أن تحصل عليه في بشرتها يمكن الاستعانة ببذور نبات الحرمل للحصول على الزيت بطبخها ويستعمال الناتج منها كديهان مرتين يوميا ويستعمل في علاج الروماتزم والأرق والشعور بالتعب والإرهاق كما أن مكوناته تساعد في علاج فقر الدم وهو من النباتات المقوية للجسم ومنشطة للبدن ويستخدم أيضا كبخور في المنزل لنشر الروائح الزكية وكما أن له دور فعال في طرد الحشرات وبخور الحرمل يحتوي على عناصر تعالج نوبات الصرع والقلق والتهاب الدماغ ويقلل من الطاقة السلبية أما فوائد الحرمل للشعر فللحرمل العديد من الفوائد الجمالية لصحة الشعر فمكوناته تساعد في منع تساقط الشعر وتغذية بصيلاته كما أن مكوناته لها أثر في مكافحة الصلع وتقي من وجود قشرة في فروة الرأس أيضا فأن منقوع تلك النبتة له أثر في الوقاية من حشرات الشعر المنتشرة خاصة بين الأطفال الأمل والسيبان ويقي من تراكم الميكروبات والأوساخ ويساعد في زيادة كثافة الشعر ولمعانه أما طريقة استعمال الحرم لتطويل الشعر فيخلط مسحوق النبتة مع مسحوق الحناء بكميات متساوية ويعجن المزيج بقليل من الماء الدافئ حتى يتكون مزيج كريمي يفرد على بصيلات الشعر ويلف من المساء حتى الصباح ثم يغسل بالماء الدافئ وتكرر الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع أما فوائد الحرمل للتخصيص فإن تناول منقوع الحرمل يذيب الدهون الضارة التي تتسبب في الأمراض وتتسبب أيضا في السمنة أما فوائد الحرمل للحمل فهو يخفف من آلام الدورة الشهرية والحرمل به مكونات تحفز من نشاط المبايض وحماية الرحم من التكييسات والالتهابات ويعالج النزيف الرحمي كما أنه يضبط انقباضات الرحم وخاصة تلك التي تتسبب في سد قناة فالوب لهذا يمكن للمرأة أن تتناول منقوع النبتة بعد الدورة الشهرية وقبل أيام الطبويض ويحذر من استعمال الحرمل أثناء فترة الحمل أما فوائد زيت الحرمل يساعد في علاج البعض من الأمراض الجلدية مثل مرض الأجزمة وله فعالية في علاج طنين الأذن كما أنه يعالج وينظم السكر بالدم تدليق البشرة به يعالج ترهلات والتمدد ويخفض من مستوى الكوليسترول الضار ويطرد البكتيريا في الفم ويعالج التهابات اللثة تكلمنا عن الفوائد ولكن ما هي أضرار استعمال الحرمل؟ على الرغم من الفوائد المتعددة للحرمل إلا أنه يتوجه باستشارة خبراء الطب البديل قبل تناوله حيث يؤدي تناول جرعات غير مناسبة من الحرمل إلى التسمم حيث يتتحول هذه العشبة إلى سموم خطيرة ويؤثر الحرمل بطريقة مباشرة على بعض المستقبلات والمراكز العصبية في دماغ الإنسان وقد يؤدي تعاطي جرعة مرتفعة من الحرمل أو الإفراط في استخدامه إلى مشاكل صحية خطيرة كالدخول في غيبوبة أو التسبب بالموت الدماغي ثم الوفاة وبعض الدراسات التونسية أكدت أن هناك تسممات ناتجة عن تناول الحرمل وعلى سبيل المثال الشعور بأوجاع قوية في الرأس واضطرابات في الحواس وأوجاع في منطقة البطن مع القيء وأضافت الدراسة أن هذه الأعراض لا تزول إلا بعد مدة تصل إلى 30 ساعة وذلك بتدخل طبي يتمثل في عملية غسل المعدة ويؤدي استخدام الحرمل في بعض الأحيان إلى الإصابة بالفشل الكلوي لاسيما لدى الأطفال الأمر الذي سبب الوفاة لبعض الحالات وذلك بعد تكرار استعماله حسب ما نقلته إحدى الدراسات المغربية إن عدم توفر دواء مضاد للتسمم الناتج عن الحرمل حتى يومنا هذا يجعل من استخدامه عن غير معرفة خطرا حقيقيا على صحة الإنسان بل وعلى حياته أيضا لذلك يفضل استخدام الحرمل بكميات معقولة وذلك لأن استخدامه بكثرة قد يؤدي إلى بعض الأضرار وخاصة إذا تم استعماله كمادة دوائية أو طبية وإذا تم استخدامه أيضا عن طريق الفم ومن الآثار الجاندية التي قد يسببها الاستخدام الخاطئ للحرمل التسبب في التغيرات المزاجية وحدوث تهيجات في المعدة والإصابة بالأرق واضطرابات النوم والإصابة بالتشنجات في مختلف مناطق الجسم والشعور بالدوخة وحدوث تلف في خلايا الكلا والكبد والإصابة بالطفح الجلدي إذا تم وضعه على الجلد مباشرة والإصابة بحساسية كبيرة عند التعرض لأشعة الشمس بعد تناوله بشكل زائد عن الحد كما يتسبب زيت الحرمل في تكون الحصوات وتهيج المسالك البولية وقد يتسبب في وفاة الإنسان لذلك ينصح في بعض الحالات عدم تناول الحرمل إلا بموافقة الطبيب منها فترتي الحمل والرضاعة حيث يتسبب كما سبق ذكره في حدوث تقلصات في الرحم مما يؤدي للإجهاض في الكثير من الأحيان ومشاكل في الجهاز الغضمي والمسالك البولية ومشاكل في الكلا ومشاكل في الكبد وكنصيحة عامة إن النباتات والأعشاب الطبية تستخدم بشكل جزئي أو كلي لغايات الاستطباب أو الحصول على فوائد طبية معينة ينبغي لنا أن نعرف كيفية الاستخدام الآمن لها سواء في معالجة الأمراض أو مع مواد التجميد أو في الطب البديل وذلك للتقليل قدر الإمكان من الآثار الجانبية الضارة المحتملة للأعشاب بغرض الاستفادة القصوى منها ولا بد من توخي الحذر عند استخدام الأعشاب الطبية وذلك بزيادة البحث والاستفسار وأخذ النصيحة من قبل المختص بالعلاج العشبي أو الطب البديل ودعواتنا للجميع بدوام الصحة وراحة البال حبائبنا ننتظر رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع للاستفسار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا من رحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن عجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته